عزيزا للسيمات التربوية الخاصة بمرحلة الطفولة ومن أهمها اللعب والمارح الهادف يستمر فريق آياد الإحسان في تراغن بالقيام بدوره في مجال الدعم النفسي للأسر النازحة من مرزق طبعا برنامجنا اليوم هو استكمال لما تم القيام به في الأيام اللي فاتت خلال محاضرة في جانب الدعم النفسي للأخوة النازحين من منطقة مرزق واليوم طبعا يوم ترفيه في نادي جيل الصاعد بتراغن وهذا اليوم يشمل الأطفال يلعبوا كل الألعاب اللي يحبوها وتحاول أنها تعزز فيهم مرحلة الطفولة وتساهم أيضا في عملية الارتباط بخوتهم الأطفال بالمنطقة ونشكر كل الأخوة اللي قاموا على هذا البرنامج وشكرا لقناة 218 اليوم الترفيهي لأطفال مرزق على الملعب المعشب في نادي الجيل الصاعد الرياضي الثقافي الاجتماعي شمل عددا من الألعاب الخاصة بالأطفال وألعابا أخرى تفاعلية تمكن مشاركة الأسر لأطفالها وتشجيعهم على المشاركة والاندماج مع أطفال وأسر المنطقة المستضيفة فريق أياد الإحسان اعتمد في التخطيط للبرنامج وتنفيذه على الإمكانيات الذاتية والدعم الشخصي من بعض أبناء المنطقة الخروج بالأطفال من الحالة النفسية النتيجة عن الحرب والنزوح هدف أساسي للبرنامج تمهيدا لدمجهم داخل المجتمع المستضيف ترجمة نانسي قنقر